مثلاً خليني أتكلم مع حضراتكم بمنتهى الأمان أمبارح نادي الأهلي فاز في الدقيقة 96 فوزنا أمبارح عامل مشاكل لناس كتيرة قوي وحوري لحضراتكم عشان بس اللي مش عارف يعرف والحرب ما زالت مستمرة الحرب رياضية ما زالت مستمرة على التحكيم من الأندية الأخرى ومن الأندية المنافسة لأن الأندية المنافسة دي على طول وقت حقها ودايماً بتتجامل مش عاجبه مش عاجبه لأنه التحكيم هو عايز دايماً التحكيم متحامل على النادي الأهلي مش في حاجات قليلة في كل شيء بمعنى أصح أن الأهلي بيفوز رغم الظلم التحكيمي النادي الأهلي حتى هذه اللحظة لم يفقد إلا نقطتين بس وحضراتكم عارفين ليه وازاي الهدف بتاع النادي الأهلي هو أنه عايز يلعب عشان يكسب ويفرق في النقاط فالباقي إعلام الأندية المنافسة بيعملوا إيه عايز عايز يتجامل بس شعار واحد وهو جاملني فقط مش جاملني أنا أنا كنادي أهلي يجاملهم هم شعار واحد جاملني وازدم الأهلي يا إما أنا هطلع هاجم التحكيم واتهم بالباطل حاجات كتيرة جدا بتحصل في التحكيم أتقلها بالباطل زي ما في حاجات كتيرة أو بتتقل بالباطل حقول إن هم موجهين حقول إن هم ظلمين حقول إن هم مرعوبين حقول أي اتهمات وخلاص على التحكيم علشان يجملوني أو يجملوا النادي المنافس ويجوا على النادي الأهلي رجعوا الاحتواء رجعوا الاحتواء وإلا الحرب مستمرة على التحكيم قنوات كاملة بتصخر في كل برامجها لمحاربة التحكيم وإطلاق الشائعات للضغط على الحكام أنا بأتكلم مع حضراتكم بمنتهى الصراحة وما زالت هذه الأمور مستمرة حتى الآن على كلاتنبرج وعلى غيره من الحكام طيب الضغط جاب نتيجة الضغط اللي هم بيعملوه جاب نتيجة أيوة أثر على بعض الحكام شفتوا مباراة فيوتشر ضربة جزاء اتنين في واحد اتنين في واحد اللي هي بتاعت علي معلون وشادي حسين علي معلون وشادي حسين مش إسلام اللي بيقول هذا الكلام ولكن كل خبراء التحكيم اتكلموا في هذه النقطة ولعب كان يجب أن يتم طرده ناحية اليمين لما دخل على عمر السورية ولكن لم يطرد